موسيقى احبا المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج بلا قيود موضوع اليوم هو النفس المزيفة مقابل النفس الحقيقية بفداء المسيح في قصة صارت معي من زمان كلمة ذكرتها بضحك كتير كنت مرة بتصوّق بمدينة عربية ومن بحيط باسمها حدا عمين دهلي أخت كاتيا وشفت ست ماشي صوبي لما وصلت لحد قالتلي أخت كاتيا ما هيك؟ قلت لها نعم وقبل ما تسلم علي وتعرفني بنفس قلتلي لي بتبيني بشعة على التليفزيون؟ بالحقيقة منك بشعة معرفت شو لازم رد قلت لها بشكرك على المجامل اللطيفة عفوها ما قالتلي إذا البرنامج بيعجبها أو ما بيعجبها بس بكل كرم عربي قالتلي تفضل يشربي عنا فنجان قهوة طبعا الوقت ما كان بيسمح وبعدني كل ما تذكرت القصة بضحك كتير بحده عنده الجرأة يقل لك بوجك شكلك بشح لكن في شي من الواقع هون لما منشوف إنسان وجل وجل الصورة بتكون كتير مختلفة من لما منشوفه من وراء الشاشة أو من وراء الكاميرا بيغض النظر كيف كل واحد مننا بيشوف الجمال لما منشوف الإنسان وجل وجل وكأنه عم نشوفه من دون قناع لهيك كلنا على القليلة عنا ده زينة أصدقاء على الفيسبوك وما عنا يمكن صديق واحد فينا نسميه صديق لأنه ما فينا نواجه الناس لفترة طويلة من دون ما يوقع على القليلة قناع واحد من الأقنعة يلي منلبسها كلنا منفضل إنه ما حدا يشوف حقيقتنا لأنه منعرف إنه الناس رح يحكموا علينا ومع الوقت كلنا منلبس ذات خليني مسمية ذات مزيفة كذبة بدل ذاتنا الحقيقية ومتل ما منلبس كل يوم تيابنا حتى نبين بأفضل صورة قدام الناس منلبس ذاتنا أو نفسنا المزيفة حتى نبين بأفضل صورة حتى نوصل لوقت ومننسى حقيقتنا ومنصير عايشين من وراء القناع بتصير الذات المزيفة هي بالواجهة والذات الحقيقية مدفونة ننسى حقيقة مشكلنا حقيقة المشكلة يلي بدها حل وبيصير أهم شي عنا إنه ما حدا يشوف المشكلة أكتر شي مرهق بالحياة هو إنه نعيش حياة مزيفة نعيش من وراء القناع نلبس واحد نشلح واحد نشيل واحد نخلي اتنين بالنهاية رح ننسى إنه نحنا مش عايشين حياتنا لأنه ما عنا جر أنقول أنا محتاج أنا مش قادر مش ها هي الحقيقة ها هي الحقيقة مش قادرين نقول حقيقة أحاسيسنا يمكن تكوني عم تبتسمي دايماً منتبها لحاجات الكل شو محتاج؟ وبتحملي حالك كل هالإحتياجات نفاكري حالك إنك قوي وفيك تتحملي كل شي بينما بالواقع أنت تعباني مرهقة مش قادرينه ترفضي الطلب لحده لأنك تعودت أنه أي تقصير ممكن يخليك تخسري مطرحك بعيون الناس وممكن يخليك تخسري المحبة اللي أنت محتاجتي لها كتير لكن مش قادرين تقولي أنا محتاجي محبة مش قادرين تقولي بكل صراحة بكل بساطة بكل عفوية لأنه النفس الحقيقية صاد أو عفوية وما بتخاف من الاحتياج مش قادرين تفتحي قلبك لحده وتقولي أنه عندك شعور بالحلمان وبتفكري إذا قلت أنك محتاجي للمحبة يعني أنت ضعيفة لكن النفس الحقيقية ما بتخاف تبين الضعف ونحن منحط القناع حتى ما حدا يشوف ضعفنا لما منلبس القناع منكون عم نحاول نخبي جزء من نفسنا نعتبره مخجل ما بيستحق التأدير ومع الوقت نفسنا الحقيقية نفسنا الحساسة لأن حي كل حي حساس نفسنا العفوية تندفن تحت النفس المزيفة يالي بتظهر بتخلينا مبين وكأنه أنا مش محتاج لشي ومش محتاج لحدا وكل أمور حياتي مرتبة أنا بألف خير لكن بالعلاقات بأي علاقة ولسيما بعلاقتنا مع الله لا يمكن أنه نشفى إلا إذا فتحنا كل ملفاتنا قدام الله إلا إذا قدمنا له كل شي فينا ما في شفاء إلا إذا عطينا الله كل أجزاء حياتنا كل أجزاء نفسنا هذه هي فكرة الفداء تماما بالمسيحية الله بدو إينا مثل ما نحنا بكل معطبيتنا بكل أجزائنا كيف نحنا مكسرين وبيقبلنا مثل ما نحنا بدو إينا نعطيه خاصة هذا الجزء يلي فينا عم نحاول نخبيه حتى يقدر يغيرنا لازم نعطيه هذا الجزء مخصوص يلي عم نحاول نخفيه عم نحاول نخبيه ما منع ترفيه حتى الله يقدر يغيرنا ويشفينا حتى نقدر نعيش حقيقتنا حتى نقدر نفرح مش نعيش حياتنا خايفين نظل كل عمرنا خايفين بأي لحظة رح يوقع القناع شو رح يصير إذا وقع القناع شي مرة نكسر عندكن شي تحفي أو شغلي بتحبوها بتصيروا تفتشوا على أصغر قطع لما بينكسر عندي شغلي بالبيت بتكون إليها قيمة معنوية أو قيمة عاطفية مش مجرد قيمة مادية وبيدي زوجي يرجع يغريها يزبطها يصلحها يجمعها مع بعضها بتصير بفتش على أصغر شقفي بتكون شقفي هيك الأد صغيرة بالأرض واقع وبفتش عليها حتى لقيها حتى جمع يلي نكسر ما فينا نصلح أي شي إذا هملنا أطعى أو خبينا أطعى أو قلنا هيد الأطعى ما قلها أهمية ما قلها إيمية الصورة بعدها شوية تلميع شوية تنظيف من الغبرة بيمشي حالها شوية تزييف بيمشي حالها شوية مظاهر بيمشي الحال لكن الأصل نحن الأصل حي أنت حي وأنت حي ومحتاجين لغزة ومحتاجين لعناية حتى تنمى الحياة يلي جواتنا بالفداء الله بد يرجعنا قادرين نشعر وقادرين نكون صادقين بمشاعرنا وحساسيتنا وصادقين بمعطبيتنا صادقين بضعفنا ما عنا خوف أنه الناس يشوفونا ضعاف حتى يقدر يشفينا ويغيرنا ويعطينا قوي بإنجيلنا الفداء بيرتكز على الله مش على أي شيء الفداء هو عمل نعمة الله مش عمل سلطة الله حتى مش عمل سيادة الله مش سيادة الله هي اللي بتغيرنا الله سيد لكن مش سيادته بتغيرنا الترغيب بالسماء والوعد بالنعيم ما بيغيره أي إنسان تهديد بالجحيم نار جهنم والانفصال على الله ما بيغيره أي إنسان يلي عنده الإدرة أنه يغيرنا هو محبة الله يلي بيقول عنا الكتاب المقدس وقائد أبدية محبة الله نار أبدية واحدة بتحط خليني يقول جدار من نار بيننا وبين الشر الله ما بيتدخل حتى يمنعنا نحب الشر الله ما بيتدخل حتى يمنعنا ننجرف بإغراء الخطيئة ما بيلو ذرعنا وبيقلنا هاي الخطيئة عن تغريك لكن لما محبة الله بتلمس القلب من جوه لما منشعر بحضن الله الحقيقي جواتنا لما الأمان بمحبة الله بيدوب كل ألق جواتنا ما في شي بيدوب الألق إلا الحب لما قوة حب الله تشتعل جواتنا بتحرق سلطان الشر بتزغر سلطان الشر تنهي ما بيعود إلي قيمة ما بيعود إلي قوة سحر إغراء واحدة قوة الحب بتخلي الخطيئة تصير مرفوضة الحب ما بيخلينا نجتهي الخطيئة لأنه بيشبعنا ما عنا احتياج بينمينا بيصبرنا بيصبرنا حتى بوقت المعاناة لأنه وعده صادق الحب وعده صادق الخطيئة وعدها كذاب وعد الخطيئة الخطيئة بمقابل محبة الله خليني يقول بتصير مفضوحة يعني كلنا وياها معروفة ونهايتها معروفة الخطيئة بيحضور محبة الله الكاملة بيسقط قناعها البشعة محبة الله هي اللي بتشبع القلب وبتثبته على صخرة أبدي افتداء الله بالنعمة لحياتنا شو بيعمل بيغير القلب اليائس لقلب عم بيفيد بالرجاء هيدا هو عمل عمل الفداء بالنعمة هيدا الرجائية اللي بيفوق كل عقل وكل ظرف لكن ما فينا نستقبل هيدا الحب وما فينا نعيش هيدا الفداء من دون ما نسلم الله نفسنا الحقيقية بسفر أشعية من نقرأ من منا يسكن في وقائد أبدية السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة بهذا الفداء المسؤولية اللي عملناها بدنا توبة وهرب من الماضي لكن باتجاه الله التزام أنه نبني نفسنا بمحبة الله وبالخير لكن أي شي أي شي بنعمله ما بيكفر عن خطيانه ولا بيقدر يرجع لنا سلامنا ممكن إنسان يعمل شغلي غلط يمكن يروح على السجن سنين لكن بيطلعوا ما عنده سلام بقلبه بيطلعوا ما عنده راحة بيطلعوا ما عنده قبول لنفسه مع أنه دفع الثمن بعدالي لكن في شي نائص ما في فداء لحياته دايما عنده شعور إنه ما بيستحق هو غير مستحق محتاجين نشعر كل واحد عنده احتياج يشعر إنه دايننا تسدد ما في عمل منقدر نعمله يسدد ديوننا بشكل كامل بعدل لأنه محتاجين إنه تتسدد ديوننا من دون ما نتدمر محبة الله بتسدد الدين من دون ما تدمرنا ما فينا نكون نحن والله واحد إذا عم تفكر إنه أنا بعمل أعمال صالحة تعمل فؤرة بعطي بعتزر ما في شي بخلينا نكون نحن والله واحد لا التوبة ولا الأعمال الصالحة ما في أي شي يجمعنا بالله إلا إذا الله بادر إذا هو يعمل معنا عهد ميثاء اتفاقية الله بده يبادر نحن ما فينا نبادر باتجاه الله لكن الله بيقدر يبادر باتجاهنا بالعهد القديم نشوف أنه الله بمحب تنازل ونزل من الأعالي الله نزل من الأعالي على الجبل ودعى موسى حتى يطلع من الأسفل على الجبل الله تنازل ودعى الإنسان حتى يطلع عطانا وصايا عطى موسى وصايا لكن الوصية ما قدرت تغيرنا لأنه الأنون ما بيفتي الأنون بيتطبق ولما منكسر الأنون منتحاكم وبينحكم علينا ولما بينحكم علينا منظل نشعر دايما أنه في جزء مننا لازم يكون مخبة ما بيستحق بالمسيح الله عمل عهد جديد معنا بنفس الطريقة مثل ما عمل مع موسى عهد لكن هاي دي المرة ما نزل حتى ينزل الوصية ترفعنا لأنه الوصية بالدين لكن تنازل الله تنازل وارسل المسيح حتى يدعينا أنه نرمي كل خطيانا وأحمالنا عليه حتى يقدر يرفعنا مرة وللأبد بدم المسيح الله أطع معنا عهد جديد أبدي لأنه وحده المسيح من فوق وباقي المخلوقات كلنا كلنا مين ما كنا أنبياء أو قدسين مين ما كنا كلنا من أسفل المسيح لما كان عم يعلم اليهود قال له أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال اليهود لعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم وإذا الله ما جذبنا بحبال محبته وحبال قوة عمل الروح لأدوس نحن ما فينا نشوف الله ما فينا نواجه الله ما فينا نواجه الله بسموه بارتفاعه بأداسته بمجده ببعد طبيعته عن بعد طبيعتنا إلا إذا هو دعانا وقرر يعمل معنا ميثاق معاهدة ما فينا نقرب منه إلا إذا هو نزل وتنازل عن خطيتنا مش بس نزل لعنا تنازل عن خطيتنا إلا إذا هو يكفر عنها بذبيحة بتليق بمجده ذبيحة ما فيها عيب ذبيحة مقدسة أكثر منكم اليوم شعرين بالزم وعدم الاستحقاق وشعرين إنه شو ما عملته وصاركم فترة عم تحاولوا وتعملوا ما فيكن تردوا الله مثل العبد يلي مش قادر يرفع عيونه بعيون السيد فيه كأنه فيه ثغرة بقلوبكم فيه شوء لحب حقيقي فيه شوء لشعور بالأمان الحقيقي للمعنى وكل الصلوات مش عم تقربكم من الله وكل الأرابين مش عم تقربكم من الله وكل الدعوات وكل الأصوام لا لأنه ما فينا نفدي نفسنا ما فينا نبيض صفحة حياتنا ما فينا نبيض ما فينا نقول إنه الماضي ما كان ماضية ما فيه يقول أنا فيه أدفع ثمان ماضية ما فينا نفدي نفسنا من العزلة ومن الشعور بالمقاسة إلا إذا لتأينا بالله مش أي لقاء لكن لقاء على مستوى شخصي وما حدا فينا بيقدر يلتقي الله على مستوى شخصي إلا بشخص المسيح يلي إجا من فوقه من حضن الآب من لدن الآب الحامل معه كل طبيعة الله المسيح الإله الإنسان يلي فيه جوهر طبيعة الله وفيه طبيعة الإنسان بالتجسد بيقدر يكون الميثاق العهد الحي الأبدي بيننا وبين الله بالمسيح منقدر نرتاح بالمسيح الله بيحضرنا مش بس بيحضرنا بيبررنا بيكسر طبيعتنا العتيق المزيفة وبيحررنا حتى نقدر نلبس طبيعتنا الجديدة من دون أي خوف ومن دون شعور بالزنب لأنه المسيح قال أنا جئت فدية عن كثيرين الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده بالمسيح في نعمه بتكفي العالم كله وبتكفي كل خطيانا لأنه حب الله غير محدود وغير مشهود وعدالة الله حكيمة وعدالة الله بتقدر يكون فيها الخير الكامل وطبيعتنا ما تقدر تستهلك طبيعة الله شرنا ما بيقدر يستهلك الخير اللي بي الله محدوديتنا ما بتقدر تستهلك لا محدودية الله الفداء هو بتنازل الله واقترابه مننا لهيك نحن لازم نرفع نفسنا من عزلتنا ونلاقي الله الفداء هو علاقة مثاء بين الله والإنسان لا يمكن أن تكون إلا بالمسيح علاقة المساء هايدي ارتباط بعهد بيعطينا أجوبة على الأسئلة يلي باتحبنا على أهم أسئلة عن وجودنا الأسئلة يلي لا طبيعة بتقدر تجوبنا عليها ولا الكون ولا العلم ولا التدين ولكن بالميثاق مع الله منلاقي هايدي الأجوبة بعلاقة عهد بيننا وبين الله مين نحن؟ شو مرجعية أخلاقنا؟ لاي أنا لازم تكون منيح؟ شو بيجبرني أن نكون منيح؟ شو مصيرنا؟ شو مصيري أنا؟ شو غاية حياتي؟ خلينا نشوف الأجوبة يلي قلنا بالميثاق بدم المسيح بالمسيح الله قبلنا كأولاد إله أنا عرفت جذوري الله مش بس خلقني الله أب إلي كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمهم بالمسيح منعرف أنه مصدر أخلاقنا منه صلاحنا مش مرجعية أخلاقنا أنه كل إنسان في شي صالح بقلبه مرجعية أخلاقنا هي أداسة المسيحية اللي بتقدس نفوسنا وبتغير أفعالنا وبتحط حد للشر وبتعطي قوي للخير ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداءة بالمسيح كمان نعرف مصيرنا مش لوين بدنا نروح من بعد الموت مثل ما يلي خليني أقول الملحدين بيقولوا أنه get over it تخطى نفسك دبر حالك ها هي ها هي ها هي الحياة حياتنا بالمسيح إلها مصير أبدي مسيح قال بعد قليل لا يراني العالم أيضاً وأما أنتم فترونني أني أنا حي فأنتم ستحيون لأنه أنا حي أنتم ستحيون الحي فينا نبقى فيه أحياء ما فينا نبقى أحياء بحدا ما قدر يغلب الموت لكن المسيح غالب الموت هو حي نحن أحياء به بعلاقة المساء عنا رجاء وعنا رؤية ربي صعال في بيت أبي منازل كثيرة وقال لا فأني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكاناً الفداء بالمسيح خليني أقول هون شغلي كتير مهمة أنه الفداء بالمسيح مش الهدف منه أنه أنا أعمالي تصير صالحة الفداء بالمسيح بيتعدى الواجبات الدينية وحتى بيتعدى الواجبات تجاه الآخرين لأنه بيتخطى العمل الصالح إلى القداسة بأفضل حالاتنا نحن منحاول أنه نعمل الإشياء إذا كنا بأفضل حالاتنا منحاول نعمل الإشياء بحسب مبادئ العدالة والحق والخير والصلاح لكن لو فكرنا أنه الشر ممكن يوصلنا للعدالة نعمله حتى نحقق العدالة ممكن ننتقم وندمر لكن الله بالفداء بده يوصل لكامل كياننا لكل شي فينا حتى يقدسنا يقدس احتياجاتنا رغباتنا كمان يقدس غضبنا نغضب ولا نخطئ يقدس جروحنا حتى نقدر نتخطى من المرارة إلى الفرح بالشفاء يقدس مشاعرنا يقدس أفكارنا حتى كل عمل من أعمالنا يظهر قداسة الله العامل فينا من خلال الروح القدس مش يظهر يظهر قداش نحن قادرين نعمل واجباتنا ونكبت نفسنا لكن قادرين نتغير نتقدس بحسب قداسة المسيح تأديس هو تدمير للشر الله بده يدمر كل شي منه منه هو كل شي مش جاي من الله الله بده يدمره كل جزء مزيف من النفس وكل جزء ما بيمجد الله لكن مش تدمير حتى ما نعود نعرف حالنا لكن تدمير حتى نتعرف على حيئتنا يالتي أرادها الله لأنه بالأداسة الله بده يرجعنا لحالة الاكتمال من خلال محبته ومن خلال الرجاء بأمانته هو ما حدا بيقدر يهزم الشر والشرير والموت والخطيئة إلا المسيح يلي هزم الموت كلمة الله المسيح كلمة الله القاتي من فوق هو يلي فوق الكل وفيه ومن خلاله الله خلق كل شي بالعهد الجديد المسيح هو المخلص قبل ما يكون المثال الأعلى يعني الهدف مش أنا بالمسيح أقدر أعمال منيحة وتتغير بس طبيعتي لكن المسيح قبل ما يكون المثال الأعلى هو المخلص وقبل ما يكون المعلم هو المخلص وقبل ما يكون الراعي لنفسي هو المخلص اليوم كثير مننا بيعتبروا المسيح مجرد نموذج للخير والكمال المسيح هو كل هذه الأشياء لكن قبل كل شيء من الأزل وإلى الأبد هو أكثر بكثير من هذا هو كلمة الله الأزلية الأبدي والمخلص والفادي يلي هزم الموت واشترانا بدمه المقدس وحررنا من سلطان الخطي بيروح الله الساكن فينا ما بيعود فينا أن ننخدع بالخطي وما بتعود طاعتنا للوصية طاعة إيلي عم نطيع الوصية خوفا من الله عم نطيع الوصية لأنه الله وعدنا بحياة أبدية عم نطيع الوصية لأنه خايفين من السلطة الدينية خايفين من مراقبة الناس لإلنا لكن طاعتنا بالفداء إما المسيح بيفتدي نفوسنا طاعتنا لأله بتكون تجاوب مع حب المسيح تجاوب مع صوت الحياة يلي عطانا إياها المسيح الشر الشر ما فيه صوت الحياة الحب فيه صوت الحياة والشر ما بيعود يغرينا منصير نشوف النهاية قبل البداية خلينيقول ومنشوف نهاية الخيانة لمحبة المسيح هي اللي بتغيرنا وبتفدينا منشوف نهاية الخيانة قبل بداية الأغراء ما بقول أنا انغرات وقعت بالخطيئة لكن بقدر شوف لون بدي أوصل لأنه فيه محبة عم تشتغل جواتي روح الله عم يشتغل جواتي منشوف نهاية الحسد قبل بداية الشعور بالنقص قبل مقارن نفسي بالعالم ووصل للحسد والضغينة والحقد والمكايد منسلم كل نقص للمسيح حتى بكماله هو بيكملنا وبالصبر منرفض حكمنا على الأمور مش حكمي أنا على الأمور بالطاعة نعمل أعمال المسيح الله بيفدينا وبيخلصنا من الخطيئة وسلطان الموت لكن كمان نحن علينا أنه نخلص نفسنا ونحرر نفسنا من طبيعتنا البشرية كيف بأنه نقدم حياتنا الطبيعية اليومية أفكاري أعمالي أراراتي احتياجاتي مشاعري ذبيحة مقدسة حتى تتغير إلى حياة روحية حتى الله يقدر يغير حياتي من حياة طبيعية مادية إلى حياة روحية منقادة من خلال الطاعة كلمة الله برسالة تيتوس بتعلمنا لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في أعمال حسنة الفداء بيعني أنه أنا صرت قادر ترجم حياتي الداخلية حياتي الروحية إلى واقع خارجي كل عمل من أعمالي بيترجم حياتي الروحية وبيترجم الفداء أنا موجود مع الله والله معي مش بس منعترف بوجود الله لكن نستودع أنفسنا بين إيدين الله نقبل سلطانه على حياتنا إذا بدنا نلتقي الله لازم نعزل نفسنا عن أي شيء بيعزلنا عن الله ووحده الإنسان اللي عنده التزام بالفدائية اللي عمله المسيح هو المؤهل أنه يلتقي بأله لأنه الله بيستجيب لصلوات بتنبع من قلب مهزوم مكسور بسبب وحل الخطيئة بسبب الانفصال عن الله والصلوات اللي بتنبع من فكر حسم قراره أنه يطلب فداء حياته من الله صلاتي أنه ما تسمحوا أنه الله يعطيكم نور الحقيقة من دون ما تلتزموا فيه ويكون هو آنون لحياته اشتركوا في القناة